وصل صوتك أما بأي شروط 11 ألف هكتار متاع الدولة سيما بروك كرشيد كاتب الدولة اللي يملك الدولة وشؤون العقارية عسلم عسلم مرحب بيك مرحب بي سلمك وانيك نقولك راوي نجم هذي معناها يفرح برشاة وينس بش يفرح برشاة وينس أكيد بش هلو يملكوا الديار اللي هما ساكنين فيه أما بربي سؤال أول اللي بني يقصر في غابة في أراضي ملك الدول قصرات واللي جاء واستحوذ على ما يبني أربع ديار من أراضي الدولة في مناطق شعبية اليوم في تونس أحكي لك على حايز زياتين مثلا مثلا وغيرها من البلايس هل هذو مش يدخلوا في التسوية ولا صوف أنا حب ندقق ويشتين قبل أن نجاوبك الفضل الأول أن تحدثوا على التجمعات السكنية القديمة المبنية على ملك الدولة بحسن نية هيك العنوان يكون واضح ومحجز كيفيش نثبتو حسن نية طوش يقول لك كيفيش نثبتو حسن نية وعليش يقولنا حسن نية تو هذا يزلطت قديمة وبيحسن نية أكثر من عشرين سنين وبيحسن نية وبيحسن نية إذن فما شروط مع عملية مش مستيبة معناها اللي مالك في غابة موش تجمع سكن واحد عامل قصر في غابة ولا أشغال في غابة موش تجمع سكن نحكو على التجمعات السكنية ما نحكوش على شخص أقام بناء على ثلاثة الاف وناربع علاف اكتار في غابة معين ولا في موقع معين أحنا تحدثوا على التجمعات السكنية اللي هي التجمعات قديمة ومزمنة ونشأت في ظروف اعتيادية يبقى وضعيتهم غير المسموية من ناحية القانونية وضم أحنا أربع شهور بقينا نشتغل عليهم بشكل دقيق وغير معلن أعطيت إشارات في الأعلام حتى معها كثير من بكر ولكن دون تدقيق ودون تفصيل الآن حصرناهم ومحددين سلفا مش بتوابش نعملهم حاصر ونقول لكم وننظفوه ضم تسعمية وتسعة وسبعين تجمع سكني معلوم تسعة وسبعين تجمع سكني تجمع سكني حتى إذا كان في وسط مدينة إذا كان إذن والوضعية هذه تشمل كامل تونس 23 ولاية من ولاية تونس شنو الوضعية عليش يضمها 23 خاطر فم واحدة ما فيهش اللي هي طبعا مش لازم تطورنا تطورنا أعطوها بالصريح بعد ذلك فم بقعة ما فيهش في تونس بي كامل حبش تعتين لا أريزمو ما فيهش ما هناش مشكلة هيك ما فيهش قول سيد وزير يقبل لي يقبل لي واضح واضح مفهش صفر تجمعات سكنية مبنية على ملك الدول واضح إذن التجمعات السكنية هذه شنو الوضع يمتح وضمها ناس في الستينات في السبعينات حتى للتسعينات سكنوا على الأملاك الدولية مش هما مشوا فكوا اللي فكوا مع الناش بي معلق ثم ناس أخرى في الستينات والسبعينات والتسعينات وللفين وللفين و وللفين وحداش فكوا أراضي دولية وضمها نحكوش عليهم منا مخرجين لحساب وضمها مش داخلين في حسابنا اللي فكوا اغتصى بالمال العام ملك المجموعة الوطنية أنا من عنديش معاحدة حلول تعرف موقفي وهذا موقف الحكومة مش كان موقفي أنا بي وضمها ناس فيهم مثلا قراءة كاملة نشأت زمن الفيضانات ناس الأرض يمتحهم كانت محل فيضانات جاءت دولة الاستقلال قلت لهم تخرجوا من أرض الفيضانات معاش تملكوا غادي معاش تملكوا غادي ويجي نحطوكم على أرض دولي وتنسوي لكم وضعيتكم من السبعينات لليوم يستنوا ما تساوتش وضعيتهم فيهم ناس جمعناهم في عهد التعارض جبناهم وقلناهم إجوا أسقنوا على هقر هذا وعملوا زيتين وعملوا ضيعات فلاحية كبرى وفي الأول عملوا عشاش وقواتين وما إلى ذلك تتعرفون ثم تحولت إلى ديار الناس هذوم احنا جمعناهم جبناهم الجبولين جبناهم الأعماق التونسية جبناهم ونلقوا في سيدي بوزيد نلقوا في قبصة نلقوا في قروان في سوسة في بن زرد في برش فما معناها مواقع أخرى ناس معناها اشتروا من المجالس الجاوي يجي مجلس الجاوي يعتقد اللي ملك الدولة الخاصة نجي متصرف فيه ويبيع إلى المواطنين تقاسي المواطنين دفعوا فلوس ولكن دفعوا لشخصية معنوية لايس لها حق البيع والشراء بقى تيتر بلو الرسم العقاري بقى باسم ملك الدولة الخاصة وناس بنوع عليهم الديار فهي الديار مضخ مديار مش مضخ وما إلى ذلك وضم ناس فما اللي اشتروا من معتقدين أنهم يشتروا من شخص مالك حقيقي هو كان موجود في ملك الدولة على وجه الكرة مدة طويلة برشا ظهر على أساس أنه مالك للناس الكل باعت قاسيم الدولة كانت تغافل فترة معينة وتفاجأ الجميع بعد ذلك لأن هذا الرسم العقاري تحكي لها فوشانة هوني برشا حالت منها فوشانة برشا حالت تقسيم زيوزي واللي زرناها البارحة احنا وسيد رئيس الحكومة في برج الطويل وضم ديار ناس ساكنة سنيت ماذا ابنت على العقار هذه سنيت اللي هي الدولة ابنت على العقار هذه وبنت بالغلطة زادة وضم الوضعيات المعقدة ناس عندها أربعين خمسين عام ثلاثين عام عشرين عام يملكوا ديار بنواهم رابعة بكد يجابينهم وما يملكوش هيدا الملكية أبو بكر شو نعملو نبقل وضعي ونخلو طنجرة مسكرة ونقلو مهمناش ونعملو حلو جزئية وساعة نفرحوا واحد ونخدموا بها سياسيا قلو كنمشو نهار الفناني نعملو حويجة ونجمو نعملو ولا ناخدو قرار شجاع وطني بعد ما درسنا الموضوع أربع شهور ونحن منكبين عليه التجمعات نعرفوها بالوحدة قدس من دار لأ الدار هذي بش تخرجونا قيس الأرضي هذي المشكلة الكبيرة اللي تو بش تصير مش مشكلة معناها في الناحية القانونية الأموال التي ستجع لتخلينا حد الثمن هو هذا إذن لأ قدس من دار لا معنديش العدد لا من نجمش هذي نطلبو بالبلدية بش تعطينا نجم نعمل هكيا البلدية صور أما نعطيك المساحات وشني عقارات مسجلة رسم عقارية وشني أملك الدولة الغير مسجلة لأن الدولة تملك عقارات في تيتربلو كيما المواطن يملك عقارات في تيتربلو وعقارات ما فيهش لتيتربلو إذن العملية نحب نقول هي عملية نوعية وكبيرة وذات أبعاد وستمس مئات الآلاف من العائلات نوصية مئات الآلاف إذن كان أنا نقول لك البارح مشينا حي باللعور حي باللعور فيه ألف عائلة باش تستفيد من وضع هذا هذا حي واحد حي واحد إذا كاننا مشينا للنحر البارح فيه قولوا ما بين هما المواطنين قولوا ما بين 600-700 عائلة مستفيدة من هذه الوضعية إذن هذه أحياء كبرى في توني الصلاة الناس ابنات المدن يا أبو بكر الناس اشتغلت كنا نحكيه على 979 حي تجمع تجمع أي تجمع أقل حاجة فيه عشرة ديار هذو مئة ألف أحكي لك أرقام كبيرة أرقام كبيرة جدا والأسف احنا كل مرة نكتشفوا في توني الصلاة وانت كيفي وانا كيفي وانت في العليم وصحافي مع تبارك الله ولكن نكتشفوا اللي عندنا مشاكل كبرى يجب أنه جابها الفوف أرفاص باتخاذ قرار باتخاذ القرار يجب أن يكون شجاع وفيه نحياز الطبقة الشعبية مش معقول إنسان رويا عادتا اللي بس عنية يبدلوا ديارهم ولا يستغنوا حتى يبدلوا ديارهم وبقايحهم وحيئهم الشعبية ويمشوا يفكوا في الجبل كما قلت سيادتك ولا يمشوا يشروا وضعية منظمة ولكن هذوم الطبقات الشعبية هذه طبقة متوسطة وضعيفة جلهم طبقات متوسطة وضعيفة على أقل في البداية بعتلي ولده قراء نحنا البارح قبلت قاضي أنا قاضي ساكن في حي يقولك أنا راني قاضي بويا كان يخدم هنا وقريت وسكنت عم أبوي بشي نبطل أنا معاش نسكن عم أبوي لخطر والإتقاذي ليه معقول نحيي في هذي أنت ما والحي وكذا نلقوا ناس برشة حسنتوا ديارهم نشوفوا ديفلا لكن في المنشأ عندما نشأت المشكل كيف نشأت بالتالي ما نحسدوا حت حد نقولوا الذي جاء تحت المصطرة هذية اللي هي مصطرة واضحة وهذي اليوم مش ينبيه المجلس يجاري سيد مبرو كرشيد أما أكثرهم قديمة آخر التجمعات السكنية المحصية وقعت في التسعين تعاليش نقولوا عشرين سنة آخرهم فما في التسعين نشأت حالات سمحت يعني في بداية التسعين نشأت حالات بعدها نلقوا حالات منعزلة أفراد والله يضمه اللي يفكوا ملك الدولة كما بعد أربعة جانفي جاءوا فكوا ملك الدولة وابن واري وظمه قاعدين نهدموا وقاعدين ناخذوا فيقارات هدم لهم أراه الذي اغتصب المال العام لن نفتح له سبيلا في هذا الموضوع هم ناس هذو مفتكوا المال العام مفتكوش مفتكوش شخصك أنا جي أنت ولي اتبيع لي ومجلس ولاية وأنا أعتقد أنت الولاية تملك أنا ما أفرق ما بين مجلس ولاية وأملك دولة وملك الدولة خاصتي أنت تتور ما متفرقش بي سمعني خليفهم دوينس ليسمعوا فينا يفهم اليوم نحكي وعلى 979 حي واضحين صريحين واضحين محصولين عددا أنتم تعرفوهم وكذا معروفين حي حي قلت الوضعيات اللي الدولة يا أما الدولة بيعتلهم مش مهم مش كون مجلس البلدي والمجلس الجهوي ولكذا الدولة بيعتلهم هذو ما مشهولين ولكن أملكها ما اترسمش عنده عقد لازم أجيب عقد عقد فيته لازم أجيب عقد بينسير وليبناء هكاكة ما يدخلش ما يدخلش لأنه مش مالك مش ريش بعقد إذا كان في الحي هذك أما الحي مثلا وحدا أخر اللي هو موجود كان فيضانات أرضم كانوا في الفيضانات حولناهم إلى ملك الدولة وذوكم ما عناش عقد في التمليكة متاحها وذوكم نعرف الوضعية مدروسة تاريخيا جينا مثلا في مدينة بوسان كانت منطقة فيضانات بوسان وكان ودن مجر ديفيذ فما أراضي كاملة خذتها مش هات لأنها لأنها جاية في مجر الويد حولناهم إلى مناطق موجودة في أملك الدولة شنا عمله هضمها بتلقى برشا سعو بيت رو في هذا برشا سعو بيت شميع ما عليك تقولي لو عندي حي حي ما عليك نلقونا برشا سعو بيت ما نحلوش مشكلة لا لا نحكي أنا نعطيك المعايير الموضوعية يبقى روسمع شوف العملية الكبرى كما هذه رأي 20 ألف كتار في العملية الكبرى ينجم يصير شوية تحيل ينجم يصير شوية مشاكل هذا مش مهم المهم تعرف شنوه هو أن نعملوا معايير موضوعية ونقول سنفض هذه المشاكل هذه المشاكل الكبرى مزمنة تعرف شمعناها أننا عنا مئة الآلاف من الناس يعني ديارة مش داخلة في الدولة الاقتصادية لينجموا يبيعوها ولينجموا يخذوا قروض ولينجموا يدخلوها الدولة الاقتصادية وتصور أنت حتى نفسين إنسان عايش إلى غاية أن يموت ما عليش روح يملكه ولا ما يملكش هذه المشاكل الكبرى موجودة إيه باه سمحني فالحي هذا اللي في عشرة ديار اللي هم عندهم عقود جاء في قطعة أرض ولده ولده لسق بجنبه وبناء ولد خالته لسق بجنبه وبناء وكبرت العائلة ونس فما تريف تراب زي ده نس ببنات كيف تعملوا فيهم تقع لي بتاسينو مش بنعطو بدينا الرمز يا رو مش عطينو بلاش مش عطينو بلاش رو احنا بش ننقلو الملكية إلى البلدية بدينا الرمزي كوزارة أملك دولة كدولة تنسية والبلدية بش تبيع بأسعار رمزية مش رو قراتويت مو بش نمشي ماعنيها رمزية رمزية يعني ستحدد فما فرشات من إلاء هذي اللي مش نقطروها هذي مش حدد بيع وتراب بش نبيع وتراب مش ملك بش نسوي الوضعيات عايش سمينها تسوية وضعيات ما زلنا احنا بش نسترجع معناها المئة ميتر ومشتعوا بمليون مثلا مثلا من أجل التهيئة من أجل التهيئة ومن أجل أنهم يكونوا هما نحلوا وضعي ولكن فيها ما داخل للبلدية يعني المشروع متكامل مشروع متكامل نحبشنا عن عديطايا بتاع الكل أنا عندي مجلس وزاري والمجلس الوزاري هو توا أنت مفضل تنجيكم غدوة وتولي لا إيجا اليوم بطيرا ما تسلوا ليش بارشا بارك الله فيكم سيمون بروك كورشيد كتب الدولة لملك الدولة وشؤون العقارية دونك البارح كانت فيما زيارة للتحذير لهذا زيارة إلى فوشانة إلى أريانا بين بن عروس وبين أريانا إلى برج تويل إلى كيف كيف النحلي إلى منطق عدد مناطق وعدتوا الناس بأنكم باش تسويوا لهم الوضع يمتاحهم ومشكين في المناطق هذه في كامل تراب الجمهورية التنازع القضية رفعتها الدولة ذات أهالي حي زيوزي وهذا اللي في برج تويل بسبب بنائهم على ملك الدولة كانت فما قضية قبل وانتوما اليوم وتسويت وضعيتها من خلال بيع الأراضي المجلس البلد يذي بالنسبة للنحلي نعم كيف كيف بنسبة للنحلي نحب نقول الي أنا وجهت مكتوب اليوم وجهت مكتوب صباحا إلى سيد المكلف العام بنزاع الدولة وطلبته بطرح القضية نظر ما بربيته هذي قسم حي زيوزي ويسموه اسم بتاع شخص هذا يا باع باع وقتها معناها على اعتقاد أنه هو بش يتملك من الدولة كان عنده وعد بالتملك من الدولة على أساس الوعد هذا كباع السنية تبيد هشرت من عنده عشرات العائلات التنسية ملكتوا ببنات الديارة من التسعينة ومن ثمانينة نجوه توا نعم فيهم قضية نقولهم اخرجوا من دياركم بالمنطق بالمعقول وضم كانت فما شبه التملك عند السيد اللي باعلم الآن يجب أنه سوي وضعيات اللي هي كان بحصنية مش الإنسان اللي يمشاه التصب الملك مش يمشاه يصدم على طريق سكره وابناه صعيبة رو صعيبة 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 أنك تفرق من حزن النية وعدم حزن النية صعيبة بش هني قلت لك احنا عملنا حصر للأحياء هذه يعني ما حصرناه من سابق هذك في صمت استغلينا لأن الدولة عندها احصيات قديمة رأي الدولة مجدش في حكومة الوحدة الوطنية الدولة قديمة في تونس وعندنا مؤسسات تشتغل واحنا اعتمدنا على مؤسسات وما هو موجود في ملفات الدولة التونسية ملفات الدولة التونسية الأحياء التي ضبطت في آخر المطاف قبل الإعلان هي تسعمائة وتسعة سبعين حي طوال شخص هذا زيوزيو هو اللي كان يبيع في التراب هاي يسموه الحي زيوزيو طوال يشكل اللي كان يبيع في التراب زيوزيو هذي سيد هذي مثلا باع مالا يملك وقتها باع مالا يملك إذا ذاك بناتهم يمشو يشكو بها باع مالا يملك يعمل في قضية الدولة تشكي به دولة تشكي به خليني ما الدولة تقوم احنا تونا نتحدثوا على قيام الدولة بواجبها هذي ما بسرجع حق يا نيش نعطي حق للناس ما بسرجع حق يا شنسي بو بكر هذي توه موضوع ثاني ما نتخلطوش الأمور الدولة تعمل حقها تعملها حكاية جزائية إذا كان نزل عندها الحق في القيم بدعوة جزائية الرجل حي ولا ميت انثبتوها هذي الحكاية في الثمانينات أما أحنا هذي نجم يكون حتى الرجل مات أما التقسيم توه ذي وسمى تقسيم تقسيم باللعور حتى باللعور شخص لك أحيان موجودة وجدة في تونس شنعاملوا المواطنين نحلوا المشكلة طالما أنا ثبت لدينا أنه وضع يده بحس النية بشبهة التملك السليم وهذه معروفة في القانون تبا أنت سياتك سمعني سيما بركعو كأنها مصالحة كانوا شكل من أشكال المصالحة يعني معناها خايب معناها لا لا ما قلتش خايب أنا حابت نعرف لا لا ما قلتش لقلت لباهي لخايب حابت نعرف هو شكل من أشكال المصالحة بيانسير بشي يستفيد منه المواطن أي بيستفيد معناها ما حتى حد من الجميع عارضه وسنتحرق كل من هو سيئنية باش نبعدو تخينا تحرق الدولة تنسيس لا لا متخافش بشبهة الفساد هذا يراه موضوع لا سبيل إليه الفساد شنوعنا معناها نرى مش بش نعطوا ناس موجودين في جبل مش بش نعطوا ناس ملكيتهم كبيرة واخدين قطاع مستفيدين بها بش نعطوا ناس أحياء شعبية ناس ساكنة بدون وجهة تملك وبحسنية شنوعناها حسنية مصطلح شيع في القانون الراوسي هذاك لا اتفاق معه ولا صلحة معه رأي عندي أنا كرشل القانون كي نقول بحسنية يعني بشبهة الحائز بشبهة الملك تصرف بشبهة الملك هذا يمنحبش ندخل مواطن أنا توفي المصطلحات القانونية ولكن عندما نقوله تصرف قديم وبحسنية شكوا خرجنا خرجنا كل من ثبت السؤالية عند الدولة مثلا عندنا أحياء هي موجودة هنا في تونس ونصرعوا فيه وجاءوا بعد أربعة تاجان فيه فكوا عقارات وابنوا واللي سكن فيه عقارات متاع هذا من كل خارج الحساب يجب أن الرسالة اللي نقلوها المواطن التونسي هذا موضوع خارج الحساب أما أحنا تحثوا على وضعيات إنسانية كبرى يا أبو بقر تصور أنت دارك سكن فيها ثلاثين عام جبت أولدك في وسطة ما تعالش تروحك مالك ولا ما كش مالك ماذا نفعل نحن بكون زادان أنا بنيت في أرض الدولة ونعرف لي أنا بنيت في أرض الدولة هذا ينخرجينك من الحساب لك أنك تعرفك نحنا نتحدثوا على وضعيات قائمة والله إيسي مبروك بحسنية لا بحسنية إيش أنت تقول مش أنت أنا نقول أنا نقول بحسنية وقت يجيب لي عقد شراع من واحد وقتها يتصرف باسم الدولة المنصية نقول لك أنت نجب أخلش تريت بالكلمة وقتها تريت بالكلمة نجب أخلش بالكلمة ما هناش تنجدو الظلمو ناس لهنا يا راوة المسال شوية الظلم خير ما مبرشة ظلم سمحني المسالة شمعات مترفقة معك شوية ظلم خير ما مبرشة ظلم خير ما نبقى ظلم الناس كل هذي أنا نحب نرفع الظلم من ماكسيمو هيش معناها دولة متصالحة مع مواطنية هي تحاول أن ترفع المظالم التي وقعت تقبلوا الشهود ما نصورش أنا عن الوضعية تفصيل مجيب بعد وكما ندخلكش برشة ندخلكش برشة في هل تعد على مجلس نويب الشعب القرار هذا؟ هو القرار هذا هل تكون في شكل قانون؟ لا نعم يكون الشكل قانون هذا الشكل أمر هل تكون في شكل أمر وينفذ في قدرش بريد تنفذ حنا بش نبدو مليوم هل تأخذ مجلس جزائري موقف نهائي وبش ننطلقه فيه هذا راوه قرار أخي ذاق ولكن بشكل جزئي في سيدي بوزيد عملناها قول في سيدي بوزيد في قفصة في قفصة في ذهيبة ثلاث مواقع لكن إلى متى نظل ننظر إلى هذا الموضوع جزئي وفي تريكينا كباركاو في تريكينا وكأنها منحة سياسية فما مشكلة مش موجودة إذا كان مش موجودة مشكلة ما نعمش مزايا عن الناس نقول له مراكم غلطين ونتحملوا مسؤوليت وتعرف كنا غلطين وقت يلزم نقول له غلطين ولكن إذا كان فما مشكلة عامة في البلاد التونسية يجب أن نقول هذه المشكلة يجب أن نضع لها حدا مش معقول أجيال تتعاقب والوضعية قايف هو بشي فرح برشة تونسة الحط معنى مئة الألاف من ماذا يبي بقوله على قلع عزلات الألاف كما نكونوا صاريمين في استرجاع ملك الدولة العام وتعرفوا هذي خيار يجب أن نكون شجعان في القول بأن ما هو حق المواطن على الدولة يجب أن نقدمه المواطن يعني بقدر الصرامة في أن نطبقوا القانون في استرجاع ملك الدولة العام بنفس القدر وبنفس العزيمة يكون عندنا الشجاعة في أن تخذوا القرار اللي يفرح برشة ناس كما قلت سيادك ولكن جاعدوا نقول ديما ورايا معروفة ورايا معلومة وما تتأملش ناس اللي استورت على الملك العام أنا تلقى منفذ من الباب هذي رانب هذي ما نش ماشين فيه ماشين في الناس التي تحوزت معناها فطار تجمعات سكانية مش فردية مش واحد شد في غاب ترادس عامل ثلاث ألفين زوزي كتارات عامل فيهم ملك خاص كي نحكيوه على أحداشن ألف هكتار معناها في المليون برشا فلوس للدولة زادة حتى في المليون يعني إذا كان مش مليون متاح سبع المتر أي هي على المترو إذا كان المترو إذا كان لا لا إذا كان العقار إذا كان العقار مليون وهذه شي حاجة جيدة هذي أحنا كي الدولة تعطي بالدينار رمزي للبلديات البلديات باش تهيأ باش ترفع الزبلة باش تعملها أحياء امتاحها إذن هذك عليش أحنا نعطوهم وهم يأخذوا بمعلوم رمزي مثلا إذا كان في بقعة معينة بمية دينار أحنا ننظر منظر التاريخ ونأخذوا عشر أليف خمسة عشر دينار هذا يكون فيه مدى خيل للجماعات المحلية اللي هي تعبة ومناكة في تونس واللي ما عندوش بشي خالص اليوم فما معيار موضوعي فما معيار موضوعي تعرف شون معيار موضوعي هو اللي ما عندوش بشي خلص نهائيا اللي هو فقير الحال اللي هو مدرش في شئ الاجتماعي على أنه فقير الحال لكن تحدثوا عليه واللي كل واحد يحب يقول أنا فقير وليس مدرش في سجلات الدولة على أنه فقير موش فقير فما رأي الدولة عندها مؤسسات يا سيد أبو بكر وراه عندها مؤسسات قائمة من سابق نعرف شكله فقير وشكله مش فقير نعرف برجة فقراء مش مدرزين ما عندي مش من شاء الله ما رقهمش في الحالة هذه إذا كان معناه إذا كان هو ما أدرج روح وتحب تدرج سياتك موش معقول إذا نشوف ما عيه الموضوعية الفايدة التوخي الموضوعية هدايا راه موضوع كبير برشا وهدايا فيه تصالح ما بين الدولة ومواطنها وراه غاية العدل في آخر المطاف هو هذا كان نقش فيك ونطرح ونكون في بعض الزوية وكل أما بصراحة أنا مانيش في الوضعية هذه وما عنديش في عائلتي يظهر ليش يكون في الوضعية هذه أما كنشفت البارح كنشفت البارح الدموع والفرحة والتعنيق نستعنق في رئيس الحكومة معناها نساء ورجال وفرحانين وكل بصراحة معناها واخبا قصدناش نمشي للعناق تعرف قصدنا نمشي لمعاينة وضعية مادية أنا ديما نطرح في الموضوع السيد رئيس الحكومة حبي شوف الموضوع حذاي ويتأكد من جديته وهو مقتنع به قال خلنا نزوره نشوفه سيدي على الميدان مشينا شوفت النتيجة أنا تأثرت لأنه شوف أنا كما أنا ندفع بصراحة على استرجاع المال عام الاستحقاقات التي على الدولة يجب أن نوفي به فرحة في قلب تونسي لا تشترى بثمن صحيح ما عندهش فلوس ما عندهش قيمة فرحة في قلب تونسي ما عندهش قيمة صح عنده قيمة كبيرة ما تعيرش بالفلوس شكرا جزيلا سيما بروق كورشيت شكرا لكم بركة الله وفيك تكسحكت بدولة انا مركة فكيتو برشة من معلومات قبل شاء الله تصدق عليها مجلس الوزارة سنون نبدأ نعادوا نذكروا أنها متروحة المصادقة على مجلس الوزارة ولي بشي صادق شكرا جزيلا